اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالتجربة البحرينية الرائدة في دعم وتمكين المرأة البحرينية بفضل الدعم اللامحدود من لدون جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واكد رئيس البرلمان العربي ان المرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته حققت العديد من الانجازات ووصلت الى اعلى المناصب على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية واصبح لها دور راسخ ومؤثر في دعم مسيرة العمل الوطني جاء ذلك على هامشي مشاركة العسومي في مؤتمر اطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية والذي عقد بالمملكة الاردنية الهاشمية اشتركوا في القناة